اشتركوا في القناة حول مستقبل اللاعب واقل ندى الكتالوني عبر موقعه الرسمي بارشلونة والبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة خمسة مواسم وبشرط جزائي بقيمة خمسمائة مليون يورو حتى صيف الفين واربعة وعشرين واضاف في الايام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد والذي سيربط اللعب بالنادي يذكر ان البا يخوض حاليا موسمه السابع في صفوف بارشلونة والعب مئتين واثنين وثمانين مباراة وسجل اربعة عشر هدفا حتى الان يتواصل الغموض حول مسألة عودة النجم ليونيل ميسي قائد بارشلونة للمشاركة مع منتخب بلاده الارجنتينية ميسي يتغيب عن المشاركة مع الارجنتين منذ توضيع منافسة مونديال روسيا عام الفين وثمانية عشر على يد حمل اللقب منتخب فرنسا من دور الستة عشر ويتبقى اقل من شهر على مباراة السلسا وفنزويلة الودية والمقرر لها يوم الخمس والعشرين من شهر مارس المقبل واضحت صحيفة منذ دوبورتيف الاسبانية ان الاتحاد الارجنتيني لم يؤكد بعد عودة ميسي للمشاركة مع المنتخب وما يتردد في الاتحاد ناميسي لن يمانع العودة اذا قرر اسكالوني المدير الفني للمنتخب الارجنتيني ان يقوم باستدعائه وتامل الارجنتين في عودة ليو استعددا لمنافسة كوبا امريكا التي تستضيفها البرازيل في شهر يونيو المقبل اعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة السلساو لمعسكر مارس المقبل وسيلعب منتخب البرازيل مع بنما يوم الثالث والعشرين من مارس قبل مواجهة تشيك يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته وديا وشهدت القائمة استبعاد كل من مارسلو وويليان ودوغلاس كاستا بينما تواجد الشاف فينسوس جونيور نجم ريال مادريد لاول مرة الى جانب لوكاس باكيت تلعب ميلا وعن فينسوس قال تيتي للصحفيين انه يلعب في ناد ينافس على القاب كثيرة ارغب في تطوير قدراته ومساعدته على التقدم واتابع مشاركته في المباريات والانضمام لزملائه في منتخب البرازيل وارتداء قميص بلاده من الامور المهمة له ويغيب القيد نيمار عن التشكيلة بسبب اصابة في القدم بعدته عن صفوف باريس سان جرمان منذ يناير كانون الثاني الماضي كما استبعد المدر فرناندين يولعي بوسط مانشستر سيتي وفز منتخب السامبا بكل مباريته السات التي خاضها منذ ودع كاس العالم الفين وثمانية عشر ويستعد حاليا لخوض منفسة كوبا امريكا على ارضه صيف العام الحالي انضم مانشستر سيتي لصراع عملاقي الدوري الاسباني بارشلونة وريال مادريد على ضم لوكا يوفاتش هدف الدوري الالماني وندي انترخت فرانكفورت بالميركتو الصيفي المقبل وافدت صحيفة دلميل البريطانية ان هناك رغبة من طرف بيب بيجوارتيولا المدير الفني لستزن بالتعقد مع اللعب الصربي المتألق هذا الموسم ونجح يوفاتش في لفت الانظار اليه بتسجيله واحد وعشرين هدفا في واحد وثلاثين مباراة بجميع المسابقات التي ينفس عليها فارقه الالماني ويعتل الصربي جدول تار تيبي هدف الدوري الالماني حتلان براصد خمسة عشر هدفا وبفارق هدفين عن روبرت ليباندافسكي مهاجم بايرين ميونيخ ويفكر غوارتيولا في ضم اللعب صاحب الحادية والعشرين عاما كبديل جيد للثنائي سرجو اغويرو وغابرييل جاسوس بسبب اصاباتهم المتكررة على مدار الموسم يوفاتش من خلال التقارير بالاسبع الماضية يعد احد اهم اهدف الاندية الكبرى في القارة العجوز ويتنبأ له الخبراء في اوروبا بمستقبل مبهر في قادم السنوات يرى رامون كالديرون رئيس نادي ريال مادريد السابق ان الارجنتيني سانتياغو سولاري لن يستمر في منصبه خلال الفترة المقبلة وانشر كالديرون عبر حسابه شخصي على تويتر لدي شعور واكثر من ذلك ان الموسم المقبل سيجلس مورينيو على دكة بودلاء ريال مادريد وعن هزيمة الملك بثلاثية ضد بارشلون علاق ريال مادريد كان افضل من بارشلون وكان لديه العديد من الفرص للانتصار بالمبارات ومن المؤسف ان اللاعب الذي كان يحول الفرص الاهداف يعيش حاليا في تورينو واقصي ريال مادريد من بطولة كاسي ملك اسبانيا بعد الهزيمة بثلاثة اهدف نظيفة على يد غريمه التقليدي بارشلون اعلن نادي روما الايطالي تعاقده بصفة نهائية مع بيريان كريستانتي في بيان عبر موقعه الرسمي وانضم كريستانتي الى روما في الصيف الماضي قادما من اتالانتا على سبيل الاعارة وافد لجياليا روسيا انه اوفى بشروط العقد المتفق عليها ليقوم بشراء اللعب بشكل دائم وكان روما قد دفع خمسة ملايين يورو لاستعارة كريستانتي وسيدفع خمسة عشر مليون يورو اضافية بعدما اوفى بشروط ضمه نهائيا روما سيتعين عليه ايضا دفع عشرة ملايين يورو اضافية في صورة بنود مرتبطة بمشاركة اللعب حصل اللعب الدولي محمد صلاح نجمي منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول جائزة جديدة من رابطة دوري الانجليزي الممتاز وحصل صلاح على تلك الجائزة بعدما وصل للهدف رقم خمسين له في البريمير ليغ خلال مسيرته مع ليفربول وشيلسي ووصل صلاح لهذا العدد من الاهداف في اثنين وسبعين مباراة ليعادل رقم الاسباني فرناندو توريس واتحدث صلاح للموقع الرسمي للبريمير ليغ واخترى افضل هدف له قائلا افضل هدف هو هدفي في ايفرتون واضاف لقد كان هدفا مختلفا بالنسبة لي لانني استخدمت قوتي ومهارتي ووضعت الكرة بشكل جيد احب هذا الهدف هدف صلاح فاز بجيزة بوشكاش عام 2018 لاجمل هدف بالعالم في الموسم الماضي حيث سجل في درب الميرسي سايد بعدما راوغ مدفع التفاز وسدد كرة في اقصى الزاوية اليمنى للحارس خرج الارجانتيني مورو ايكاردي مهجمي ترميلا من قيمة فريقه لمباراة كالياري ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي ولم يخذ ايكاردي حتى لا ني مباراة منذ تجريده من شرة قيادة ميرادسوري اثر تفقم ازمة تجديد عقده ووفقا للحساب الرسمي لانترميلا على تويتر خلت قائمة الفريق التي اعلنها المدرب لوتشانو سابالتي من ايكاردي يذكر ان انترميلا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري لطليب رصيد 47 نقطة اعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم عن تعيين حكم اخر لمواجهة الكلاسيكو بين ريال مادريد وبارشلونة بمنافسة الليجا والمقرر لها السبت المقبل وسيتولى الحكم البيرتو اونديانو ماينكو قيادة مباراة الكلاسيكو بين الملك والبلوغرانا وكان الاتحاد الاسباني اعلن من قبل ان الحكم هرناندز هرناندز هو من سيدير المباراة الى ان هرناندز تعرض للاصابة وقرار الاتحاد الاسباني يسند المباراة للحكم البيرتو اونديانو ماينكو ويحل البارس ضيفا على ريال مادريد السبت المقبل في اطار مواجهات الليجا وكان بارشلونة حقق فوزا مهما على لوسي بلانكوس بثلاثة اهداف نظيفة ليتهل لنهاء كاسي ملك اسبانيا اعلن نديو فنتوسي الايطالي الموقف النهائي لنجمه البارتغالي كريستيانو رونالدو هدى في الكالتشو من المشاركة في مباراة نابولي الاحد المقبل في قمة منافسة الجولة السادس والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم وكان رونالدو تعرض لاصابة في الكاحل واشرت بعض التقارير الاحتمالية غيابه عن مباراة فريقه المهمة ضد البارتينوبي واكد يوفنتوس في تقرير رسمي جاهزية اللعب للمشاركة في المباراة بعد ان تلاشت مخوف اصابة الكاحل والتي تعرض لها وكان رونالدو تدرب منفردا وتم جراء اختبارات له على يومين لضمان جاهزيته للمشاركة امام نابولي ويغرد فريق سيدة العجوز منفردا في صدارة ترتيب الدوري الايطالي برصيد تسعة وستين نقطة بفريق ثلاثة عشر نقطة عن نابولي الوصيف عزيزي متابع قناة عرب جول برأيك هل سينضم ميسي للمنتخب؟ شاركنا برأيك شكرا شكرا شكرا